عرضت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكي أهم الحوافز والمزايا الاستثمارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن وقالت شويكي خلال إلقائها كلمة في قمة الاتحاد العالمي للاتصالات المتنقلة والذي تنظمه سنويا رابطة مشغلي الهواتف المتنقلة في مدينة برشلونة الإسبانية قالت إن هذا الحدث العالمي هو بمثابة فرصة كبيرة لفتح المجال أمام قادة وصناع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم للحديث حول أحدث المسجدات في القطاع والفرص الاستثمارية المتاحة وفرص النمو في عالم التكنولوجيا ولتبادل الأفكار المتعلقة بوضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج لتطوير القطاع وافق مجلس الوزراء على تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة مملكة بالكامل من قبل الحكومة تحت اسم شركة العقبة لإدارة الموانئ استنادا لقانون إلغاء قانون مؤسسة الموانئ رقم 39 لسنة 2008 ويأتي تحويل مؤسسة الموانئ إلى شركة مملكة بالكامل للحكومة تحت اسم شركة العقبة لإدارة الموانئ ليعزز من قدرتها التنافسية وكفاءتها التشغيلية في إقامة شراكات اقتصادية على مبدأ الإدارة والتشغيل بموجب نظام الشركة وقانونها الجديد الذي سيمنحها مزيدا من المرونة في التطوير والتدريب هذا القرار الذي كنا ننتظره منذ فترة ليست بالبسيطة جاء في التوقيت المناسب مع استكمال منظومة أو قرب استكمال منظومة الموانئ الأردنية متزامنا معها يعطي دفعة قوية لإدارة الشركة المملوكة بالكامل للحكومة من حيث القدرة والمرونة باتخاذ القرار وسرعة التعامل مع أي مستجدات وفي نفس الوقت التعاطي مع أي متطلبات تقتضيها مصلحة الاقتصاد الأردني استقبل الميناء الجديد جنوب العقبة أول باخرة تحمل الفحم السائب من خلال شركات أردنية وفق المعايير الدولية والمحلية والشروط البيئية المناسبة لضمان عدم انبعاث أو تطاير أو انسكاب مادة الفحم على أرض الميناء أو مياه البحر ويبلغ طول الرصيف 160 مترا وبغاطسا يصل إلى 10 أمتار وتم إنشاؤه ضمن المرحلة الأولى في ميناء العقبة الجديد واتخذت كافة الترتيبات لتجهيز الرصيف على صعيد البيئة والسلامة العامة والتجهيزات الفنية للعمليات المينائية والحماية الأمنية بالترتيب مع الجهات ذات العلاقة بلغ حجم التداول الإجمالي اليوم في بورصة عمان حوالي 6 مليون ومائة ألف دينار وعدد الأسهم المتداولة 7 مليون وربعمائة ألف سهم نفذت من خلال 3427 عقد وعن مستويات الأسعار فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 2120 نقطة بانخفاض نسبته كما نلاحظ 47% أما على المستوى القطاعي فقد انخفض الرقم القياسي لكافة القطاعات حيث وصل لقطاع الصناعة بنسبة 56% وقطاع الخدمات بنسبة 42% القطاع المالي أخيرا جاء بنسبة 35% أما عن مساهمة القطاعات في حجم التداول ساهم القطاع المالي بنسبة 54 و 66% قطاع الصناعة 35 و 28% أخيرا الخدمات بنسبة 10% تقريبا وإلى خبر آخر نظم البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان والبنك الإسلامي للتنمية ورشة عمل بعنوان التعاون في مجال البنية التحتية للطرق وتعزيز التجارة واستعرض المشاركون في الورشة جزءا من جوانب التعاون المشترك بين الأردن ودول الجوار من الربط الطرقي والسككي وأهميته في تسهيل عملية التجارة والنقل من أجل تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة نقل البضائع عبر الحدود الوطنية للتقليل من أعباء التكلفة المرتبطة بها الحمد لله اليوم بعض الطرق باشرنا فيها أمن التمويل مثل طريق الأزدق العمري والطريق الصحراوي لأنه من الوطن ميناء العقبة والوطن بكامل المملكة العربية السعودية من خلال معان المدورة طريق الصحراوي كمان تم تأمين التمويل له واشرنا نباشر فيه قريبا بعد موافقة الصندوق السعودي على وثاق العطاء وبعد ذلك أنه طرق مهمة أخرى مثل طريق المفرق الصفاوي أنه طريق معان المدورة نأمل أنه يتم تأمين التمويل اللازم لها هذه ورشة هامة وفيها تعامل وتفاعل إيجابي بين وزارة الأشغال الأردنية ووزارات أخرى من بلدان مجاورة والبنك الدولي فالموضوع هو تسهيل التواصل على مستوى التجارة بين الأردن والبلدان المجاورة فهذا ميدان هام وميدان يجب علينا أن نستغل كل طاقاته لفائدة الاقتصاد اللبناني ولفائدة الاقتصاد الأقليمي